أهلا بكم الحرب الأوكرانية روسيا تشن أكبر هجوم بطائرات بدون طيار كاميكازي كاميكازي يعني طائرات انتحارية تقوم بتفجير نفسها كسواريخ درون طائرة بدون طيار راشا لونشز تشن انطلقت سفارات الإنذار سفارات الإنذار من الغارات الجوية ريد غارة سفارات الإنذار من الغارات الجوية يعني انطلقت صوتها في أنحاء أوكرانيا بعد أن شنت روسيا موجة جديدة من الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة دربت بالصواريخ وبالطائرات المسيرة كلمة ميسل ميسل لاحظوا النطق ميسل هي ساروخ سترايكس دربت أما فريش ويف يعني موجة جديدة فريش ويف ويسمع ذوي انفجارات انفجارات سمعت في الليل أورنايت تعني خلال الليل في العاصمة كييف حيث قال رئيس البلدية حيث قال رئيس البلدية بأن خمسة أشخاص جرحوا 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 في أكبر هجوم بي طائرة بضو طيار حتى الآن تعني حتى الآن so far وقتل شخص في الهجوم على منطقة أدسة الجنوبية وقتل شخص في الهجوم على منطقة أدسة الجنوبية ويقول الصليب الأحمر الأوكراني إن مستودعاته المستودع ضرب تعرض للقصف أما الريد كروس فهو الصليب الأحمر يمثل الهجوم الرابع في ثمانية أيام يمثل يشكل الهجوم الرابع في ثمانية أيام على كييف ويأتي قبل أربع وعشرين ساعة من احتفال روسيا بيوم النصر the invasion of Ukraine last year the annual holiday العطلة السنوية the annual holiday commemorates يخلد يخلد the Soviet Union's victory يعني يخلد ذكرى commemorates يعني يخلد ذكرى اتصار الاتحاد السوفيتي the Soviet Union's victory على ألماني النازية over Nazi Germany في الحرب العالمية الثانية during World War II a conflict صراع a conflict يحاول الكريملين بلا أساس baselessly baselessly بلا أساس أن يماثله أو يشبهه بغزوه لأوكرانيا يعني روسيا تشبه نفسها بالاتحاد السوفيتي وتشبه الأوكرانيين بأنهم نازيين هذا هو المقصود هنا وكلمة baselessly تعني بلا أساس وهذا يعبر عن رأي الكاتب لأنه يدخل رأيه في الموضوع فهو يبين بأنه ضد روسيا ضد هجوم روسيا على أوكرانيا أن هذا موقع بيبسي طبعا وهو موقع غربي ضد روسيا A conflict The Kremlin has baselessly tried to draw parallels with since launching its invasion of Ukraine last year Invasion Invasion الغزو Invasion Launching its invasion شن غزوه أو شن الغزو baselessly تعني بدون أساس لأن base هو الأساس baseless بدون أساس Parallel هو يعني نقول Parallel lines خطوط متوازية هو المقصود ب to draw parallels يعني يماثل يشبه هو المقصود The annual holiday commemorates the Soviet Union's victory over Nazi Germany during World War 2 A conflict the Kremlin has baselessly tried to draw parallels with since launching its invasion of Ukraine last year After a lull in Russian attacks on civilian targets in recent months which saw Kiev go days without an attack Moscow has intensified its air raids over the past week ahead of widely expected Ukrainian counter-offensive يعني بعد فترة هدوء After a lull lull المقصود بها فترة هدوء lull go days without an attack والتي شهدت بقاء كييف دون هجوم لأيام which saw Kiev go days without an attack فبعد هذه الأيام من الهدوء After this lull Moscow has intensified its air raids Moscow كثفت غاراتها الجوية Moscow has intensified its air raids over the past week خلال الأسبوع الماضي Ahead of a widely expected Ukrainian counter-offensive قبل هجوم أوكراني مضاد كان متنوقعا يعني قامت بهذه الجمهات قبل الهجوم الأوكراني الذي يتوقع أن يحدث Ahead of Ahead of Ahead of يعني قبل Ahead of Widely expected A widely expected متوقع على النطاق واسع أن الكثير يتوقعون expect يتوقع expected متوقع ما المتوقع؟ الهجوم offensive الهجوم المضاد counter-offensive الأوكراني After a lulling Russian attacks on civilian targets in recent months which saw Kiev go days without an attack Moscow has intensified its air raids over the past week ahead of a widely expected Ukrainian counter-offensive بعد هذا الشرح سأقوم بـ يعني لن أشرح بشكل مكثف لما بقي في هذا المقال سأشرح فقط بعض الكلمات ثم أقرأ المقال أقرأ المقال قال أن الغارات الروسية الأخيرة The latest Russian raids والتي استمرت لأكثر من أرب ساعات which lasted for more than four hours والتي أطلقت أو شنت بعد منتصف الليل بقليل بقليل شهدت احتشاد واستخدام الشهد وهي طائرة بدون طيار إيرانية الصنة Iranian made يعني إيرانية الصنة شهدت احتشادها عبر البلد Swarm across the country Swarm يعني تحتشد كأسراب الطيور Swarm كييف مير فيتالي كليتشكو said nearly 60 drones had been launched by Russia describing it as the biggest such attack so far وقال رئيس البلدية مير رئيس البلدية بلدية كييف فيتالي كليتشكو يعني ستين طائر بدون طيار أطلقت من طرف روسيا 60 drones had been launched by Russia يعني تقريبا مثل 60 nearly 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 تقريبا describing it as the biggest such attack so far واصفا إياها بأنها أكبر هجوم من نوعه حتى الآن describing it describing it يعني وصفها وصفها هذا الهجوم بأنه as 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 تعني cup وصفه أو بأنه the biggest such attack أكبر هجوم أطلق معروف أنه هجوم أما such تعني من نوعه biggest such attack أكبر هجوم من هذا النوع أو أكبر هجوم حرفيا تعني هكذا such هكذا لكن في هذا السياق نقول بأنه أكبر هجوم من هذا النوع سو فار حتى الآن سو فار أضاف أضاف دمرت دمرت had been destroyed over Kyiv but five people had been injured had been injured زرحوا had been injured بسبب الحطام من من ساقت by falling debris ديبري هو الحطام ديبري ديبري لاحظ بأننا لا ننطق اس في آخر الكلمة ديبري from drowned drones من الطائرات بدون طيار التي أسقطت عفوا down down تعني أسقطت فهي كلمة واضحة down تعني أسفل أط أعلى ومن هنا جاء هذا المعنى يسقط down أسفل وتستخدم كفعل to down a drone يسقط طائرة بدون طيار down هذا المقال كما قلنا من موقع bbc وقال هذا الموقع the bbc has not been able to verify these numbers بأن bbc لم تتمكن من التحقق من هذه الأرقام يتحقق هو verify 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 has not been able لم تكن قادرة has not been able to verify these numbers emergency services responded after drone wreckage fell on a runway at Giuliani International Airport one of the city's two commercial airports Kyiv's military administration said كييف's military administration said قالت الإدارة العسكرية في كييف ماذا قالت؟ قالت بأن خدمات الطوارئ emergency services استجابت responded بعد سقوط حطام after drone wreckage fell after drone wreckage fell wreckage يعني حطام سقط على مدرج مدرج المطار on runway at Giuliani International Airport runway هو المدرج runway الذي تسير عليه الطائرة قبل الإقلاع airport المطار وهو أحد المطارين التجاريين في المدينة one of the cities two commercial airports مطار تجاري مطار تجاري يعني مطار الخاص بالمدنيين ليس مطار عسكري one of the city's two commercial airports elsewhere in the black seaport city of Odissa a warehouse was set ablaze after eight missiles were fired at targets by Russian bombers Ukrainian officials said في مكان آخر elsewhere في مدينة أودissa المطلة على البحر الأسود in the black seaport city of Odissa كلمة port ميناء port city المقصود بها مدينة يوجد فيها ميناء مدينة مبنية حول ميناء والتي أصلا أسست بسبب ذلك الميناء اقتصادها يظهر حول ذلك الميناء black seaport city of Odissa في هذه المدينة a warehouse was set ablaze اشتعلت النيران في مستودع warehouse مستودع a blaze مشتعل بالنيران a blaze set ablaze was set ablaze يعني أشعلت فيها النيران was set ablaze after eight missiles were fired بعد إطلاق ثمانية صواريخ after eight missiles were fired at targets by russian bombers said in a statement ukraine's red cross said its warehouse with humanitarian aid was destroyed and all aid deliveries had to be suspended وفي بيان in a statement قال قال الصليب الأحمر الأوكراني ukraine's red cross said بأن مستودعه التي تحتوي على مساعدات إنسانية دمر said its warehouse with humanitarian aid was destroyed وأن جميع الشحنات المساعدات تم تعليقها and all aid deliveries had to be suspended أو توجب تعليقها had to be had to be suspended توجب أن تعلق يعني إضطروا أن يعلقها أن يعلقوها أن يوقفوها had to be suspended بسبب هذا اللجوم وقالت ناتانيا هوميوك متحدثة باسم القيادة الجنوبية الأوكرانية A spokesperson for Ukraine's southern command في وقت لاحق قالت بأن جثة حارس أمن إن تسلت من تحت الأنقاد وفي تحديث يومي قالت قيادة الجيش الأوكراني بأنه كان هناك أيضا موجة من الضربات الصاروخية في مناطق خرصون خاركيف وميكولايف في مناطق خرصون خاركيف وميكولايف وعلى الأقل تمانية أشخاص بما فيهم طفل جرحوا يعني أصيبوا في منطقة خرصون الجنوبية هذا ما قاله مسؤولون محليون أوفيشل تعني مسؤول يعني موظف حكومي وفي زابوريجيا قال رئيس الإدارة الرسية قال بأن القوات الروسية قصفت مستودعا كلمة هيت تعني قصفها ضربة بشكل عام تعني ضربة وموقعا للقوات الأوكرانية تروب تعني الجيش الجنود troops troop وعلى الجهة الشرقية وعلى الجهة الشرقية المحاصرة the Ukrainian commander or forces in the besieged besieged محاصر besieged eastern city of Bahmut said Russian troops الجنود الروسيون والقوات الروسية Russian troops had stepped up shilling كثفت القصف had stepped up shilling في محاولة للسيطرة in a bid to take in a bid to take this city by Tuesday's celebrations يعني في محاولة للسيطرة على المدينة بحلول احتفالات الثلاثة by Tuesday's celebrations Russian troops and fighters from the Wagner group a private military company have been trying to capture بخمود for months despite its questionable strategic value وتحول القوات الروسية والمقاتلون من مجموعة Wagner Russian troops and fighters fighters مقاتلون from the Wagner group والتي هي شركة عسكرية خاصة a private military company private يعني خاص have been trying to capture كانوا يحاولون have been trying to capture الاستيلاء capture بخمود for months على الرغم من قيمتها الاستراتيجية المشكوك فيها despite كلمة despite كلمة جميلة جدا مهمة despite على الرغم من despite it's questionable strategic value قيمتها الاستراتيجية المشكوك فيها questionable مشكوك فيه questionable كلمة مهمة قدلك بد بد appeared بد وكأنه يتراجع يعني تراجع 180 درجة to you turn you turn يعني يتراجع on a threat to withdraw يتراجع عن تهديده بالانسحاب يعني هو كان هذد بأنه سيانسحب من هذد هذد الجيش الروسي قال له بأنه سيانسحب لأنه ليس لديه الأسلحة إمدادات ودخيرة لكي يهجم على المدينة وهذد بالانسحاب لكنه الآن تراجع بدأ أنه تراجع appeared to you turn on a threat to withdraw withdraw يتراجع انسحب from the city after he was promised fresh ammunition supplies بعد أن وعدته وزارة الدفاع في موسكو بإمدادات supplies إمدادات ذخيرة ammunition by the defense ministry in Moscow ammunition هي الذخيرة ammunition supplies الإمدادات supplies ammunition supplies إمدادات الدخيرة أما fresh فهي كلمة شائعة جدا تعني جديد fresh ammunition supplies إمدادات ذخيرة جديدة meanwhile Ukrainian president Volodymyr Zelensky announced that 9th May would from now be celebrated as Europe Day in line with the European Union the move the move which needs parliamentary approval is seen as a pointed rebuke to Russia يعني في نفس الوقت meanwhile في قضون ذلك meanwhile في قضون ذلك في نفس الوقت رئيس الأوكراني أوكراني president Volodymyr Zelensky أعلن announced announced بأن التسع من ما that 9th May with from now be celebrated سيتم الاحتفال به من الآن فصائدا from now be celebrated كيوم أوروبي as Europe Day أو كيوم أوروبا تماشيا مع الاتحاد الأوروبي in line with the European Union وهذه الحركة the move the move هذه الخطوة the move التي تحتاج لموافقة البرلمان which needs parliamentary approval approval موافقة ينظر إليها وتعتبر بأنها توبيخ واضح لروسيا rebuke rebuke توبيخ is seen as ينظر إليها is seen as appointed rebuke to Russia توبيخ واضح لروسيا Mr. Zelensky said he had signed a decree that the day would commemorate european unity and the defeat of russism a term that is shorthand for russian fascism وقال Zelensky Mr. Zelensky بأنه وقع مرسوما he had signed a decree he had signed a decree decree هو مرسوم بأن اليوم that the day would commemorate سيخلد ذكرى would commemorate سيخلد ذكرى الوحدة الأوروبية European unity واختصار هزيمة russism the defeat of russism وروسزم هو مصطلح a term مصطلح مختصر shorthand لهذه العبارة russian fascism الفاشية الروسية ومصطلح اخترعوه he also said that 8 may would now officially be a day of remembrance and victory as marks in many countries around the world وقال كذلك بأن هذا اليوم 8 may سيكون رسميا الآن would now officially be officially رسميا يوما للذكرى والنصر a day of remembrance and victory a day of remembrance and victory كما هو الحال في العديد من البلدان حول العالم as marks in many countries around the world as marked in many countries around the world he also said that 8 may would now officially be a day of remembrance and victory as marks in many countries around the world areas of Russian military control هذه المناطق التي تحكم فيها روسيا areas of Russian military control هي المناطق الملونة بالأحمر Russian military control أما المناطق الملونة باللون البنفسجي فهي المناطق التي استرجعتها أوكرانيا held or regained by Ukraine regained يعني استرجعت شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنق